موسيقى خبرنا كيف بلشت بعالم التمثيل الإسرار هو قبل كل شيء مفروض يكون عند الشخص يعني لازم يكون عنده هدف عم يشتغل له حتى يبلش بأي شيء يحبه لو بلش بشيء صغير يعني كان دعاية فيديو كليبس مشهد أي شيء كون هو مقتنع بالشيء اللي عم يعمله لحتى يوصل للتارجت اللي هو بجليه بس أهم شيء الإسرار والشغف يعني كيف بلشت بداية؟ فعليا كنت عم بوهدر بروغرام صراحة اسمه رابكاستنج لكان فيه الجوريك وصاي خولي وباس الخياط وغاد عبدالرازي ايه لدينا هيدا؟ اهي من ثلاث سنين تقريباً قلت له له خيانوا بدي شارك بهيدا البروغرام سنتج هاي وفعلا 365 يوم كنت عم فكر كل يوم شو بدي أقدم شو بدي أعمل لفوت بهيدا البروغرام وبعد فترة وصل للأبروف وقالوا لي فيك تكون معنا حتكون معنا وبلشت بس موقفت هون لما بلشت بأرب كاستنج أنا ما أقدم لهالأمور بس أنه تخلصت صرت أنا دور على ايجنسيز على شركات انتاج روح أعمال كاستنج كثير أمور لحتى أنا وصلت للي بديها ما في شيء سهل كنت شاف مطبخ مزبوط كيف أخدت هالنوال بعدك بعد الهلا كيف يعني عن جد كيف أعربتهم أخدتنا النوعية في نوال على فكرة الأكل كمان فيه فن الأكل فيه زوء لما هيك يعني بتتفنن أنتو عم تحضري أكل حدا وتعملي أكل وهو عم بيشوفيك الأكل هو بذاته فن بحد ذاته هو فن تمثيل فيه شيء هيك بتلعبيه من جوا أنت من جواتي كاراكتير إشي ممكن تكوني بتحبي تقدميها أو رسالة المسج بديك تواصليها تواصليها عن طريق التمثيل والطبخ كمان هو فن بس فن لغير نوع تمثيل صراحة أو غير نوع فن يعني فالاثنين بحبهم والاثنين بحب يكونوا عن جد موجودين بحياتنا إذا خياروك بين واحدة مثلنا شفنا إس فعلياً يعني صراحة كوضع على سؤاله شوية بس أنه بالوقت الحالي أكيد تمثيل أنا لأنه أيدا شغف بالحياة صراحة تمثيله أهم شي عندي قاسم خبرنا عن دورك بالنحات مسلسل يعني للأسف ما نعرض بكامله بسبب كورونا صح خبرنا أكثر عن الدور أولاً بدي واجه تحية وشكر لشركة إي سي ميديا طبعاً كانت أول معاملة لألوان مخرج مجلس ميري مخرج تونسي كمان بدي واجه له تحية مبدعي ذا المخرج عنده عين حلو صراحة وأول ما نعرض علي الدور كان فيه شي غير الكاركتر اللي كنت عم بلعبه هو كان معروض علي كاركتر اسمه حدا اسمه شادي كون شاب كمان شوي ستيل سائل واخبار وكذا وهيك بس لما أنا عم بقرأ النص لفتني دور الزابطة المحقق عدنان اللي أنا لعبته صراحة وتوصلت مع الكاتبة وتوصلت مع السيناريست والمخرج وقالت لهم أنه أنا بفضل أخذ عدنان وحبيت لعب دورك عدنان حتى بلش أنه مفرجي أنه أنا بقدر أقدم غير محتوى مش بس أنه عم روح أكستريم شوي بأدوار العنف والآجرام مضبوط عطول بنشوفك بدور حتى بالفترة اللي جاي في كذا كمان عملين كمان يعني رايش لا مش رايش لا هلا يسطر نعم ننسى كمان دورك دور رامي بخمسة ونص يعني هيدا الدور كان مستفز كتير كل عالم شوفوك وقت كتا عم تضرب فعليا عن جد هو أكتر لحد ضل قوي أكتر دور أنا اشتغلته وعمل اكسبوجر صراحة كثير في هيدا الماستر سين مع سينتيا عن جد بدي كما واجهت عهي لها سينتيا ساموال كيف كان التعاون بيناتكن؟ كان كثير حلو كنا عن جد كنا كتير مرتاحين بالتصوير وفيليب أسمر يعني تروفسور صراحة بيقدر يعطيك شي من ولا شي فكان فيه كما ستري حلوة بينه وبين سينتيا ويعني كاركتير السائيل الشاب السائيل موجود نحن عنا بالحياة موجود بحياتنا وإما كان فيه أشخاص مثل الرامي بس قداب بالشعر نحنا صرنا بسنة الألفان وعشرين بعد فيه ضحايا عنف يعني لك العنف بيدل على ثقافة المجتمع أو الثقافة اللي هو ربي فيها البني آدم كل إنسان بيعمل ثقافته بييده بيصنع مجتمعه بييده فيه يارف أنا وين مفروض يكون وكيف مفروض يتعامل مع المعلمات صح فيه عم نشوف كتير مشاكل تعنيف وعنف أسره وإخبار بس هيدا الشي برجع بقلك بيدل على التقصير اللي موجود بالمجتمع على الحالات الأشخاص يمكن يمكن للعقلية الزكورية فينا نقول شوي لا ليك مش بس عقلية الزكورية يعني اليوم كمان أنا صحة مندعم المرأة ومنحكي أنه المرأة إلي حقوق بس ما كمان اليوم أنت كشخص أو كإنسان عايش بلبنان عم تحمل كل هالضغوطات على رأسه أكيد أنا ضد العنف يلجع للعنف بحث ضد هيدا الشي بس أنه لازم لازم يتعوضوا يلاقوا منفس تاني لحتى يغيروا طاقات طالما أنه هيدا الطاقات موجودة عنا والضغط اللي عم نعيشه نحن بالحياة اليومية بدل ما نطلع طاقة عنف منطلع طاقة إيجابية بالضبط، هيدا الشي أفضل بس بمنا يعني بديك حدا يشتغل على هيدا الشي لحتى العالم التنمى عندها هيدا الفكرة يعني منلاقي اليوم كتير نساء معنفات أنت شو رسالتك للمرأة المعنفة هلأ؟ يعني شو معقول؟ يعني إذا قاسم بديواجه رسالة للمرأة المعنفة يمكن بعيد الشرر مثلا أختك رابتك أو أمك عم تتعرض للعرف أنت شو بتقله اليوم؟ أولا لكل رجل يفكر يقزي يتطلع بالشخص اللي عم يقزيه يتطلع فيه ويشوف حاله فيه قبل ما يقزيه قبل ما يعنف قبل ما يضرب قبل ما يقزيه وبالنسبة لأي مرة بيكون عندها هيدا المشاكل اللي عم تعيشها من الأساس يا أما تلجأ لجمعيات لأنه صار فيه اليوم كتير جمعيات بتاعنا حقوق المرأة بالدرجة الثانية تحط حد لهيدا العلاقة الموجودة حتى لو كان عندها أولاد بالنهاية ما تسقط؟ أكيد ما تسقط لأنه نحن صرنا بزمن الوقت اليوم المرة هي نصف المجتمع والمرأة صار إلا دور كبير بالمجتمع يعني ما فينا نجن همشة لهذا السبب لازم تكون من الأساس حتى بلان لقلب الحياة هي وشريكة أو هي الشخص اللي ماشي معه قاسم أنت بعالم التمثيل على أي أساس بتقبل الدور بتحس إنه هيدا الدور أنا بقدر أدي ووصله بطريقة مضبوطة حقلك ياها صراحة هيك دغري بالفترة الأولى أي إنسان بعدنا من قول بده ينجح وبده يوصل مبتغى ما بده يجي يطلع إنه أنا شو عم يجيني وشو بده ألعب بده يبلش بشي بده يبلش يحط إجر متل ما بيقوله يعلق حاله يكمش بأول أدوار أنا كنت عم بلعب بطلع بمشهد ومشهدين وثلاث مشاهد وما عندي مشكلة بس إنه حابب ببين للكاميرا فستاب باستاب صرت قرأ نص بس صرت قرأ نص صرت أعرف أنا شو الكاركتير اللي عم بلعب فلا بعد الفترات اللي جاية كلمة الواحد تطور أكتر بهيدا الدمان بصير يعرف حاله هو وين رايح أكتر يعني أنا هلأ صرت شايف حاله أنا صرت مقدم كذا كاركتير سيء أو بـ أكستريم أكستريم شوي والعالم عم يعني ما بده تخاف إيه تخافت وصل لمرحلة المرحلة على العالم تخاف منك أو شوية لأنه لا ليش هيك دايما فبدي حاول لاقي شي جديد لحتى قدمه يكون أنه عن جد هيدا شي رح يقدملي نقلة نوعية كان عندي السنة نقلة نوعية بمسلسل لو ملتقينة مبارف إذا طيب ما أطول نحكي عنه بعد شوي كاسم أغلب أدوارك مستفزة هيدا الشي يعني شو سر هيدا شي بيساعد ليوصل للرسالة اللي بدك توصلها من الدور ممكن هلا أكيد هو الشي بيساعد بس كمان الكاركتير بيلعب دور الشكل الكريس ما بتلعب دور هيدا الأدوار بده تكون بده عن جد أساوي بده خشونة بده تكون بده يكترف التعامل معها فيمكن كراكتيري شايفينه المخرجين أنه قريب لهيدا الحالات أو بيوصل لهيدا الحالة بشكل أسرع من غيري كشكل هيدا الدرجة ولو الدرجة الثانية أنه يمكن لأنه أخذوا هلا أصرت أمتاخد أنه خلاص بس هم يشوفوني أنه في شي جرام قاسم إيكويل شي مستفز عن جد لأنه صراحة لا يسترب من اللي جاي كمان شاركت بمسلسل 2020 أفوان يلي للأسف ما نعرض بسبب كورونا خبرنا شو كان دورك في ورسالة منه هلأ ما رح أحكي كثير عن الدور لأنه المسلسل المفروض إن شاء الله قريبا ينعرض ينزل بين الخريف وبين رمضان بعد ما تحدد أين طب شركة الصباح طبعا كل الشكر والتقدير لألا على المستوى اللي عم تقدمه من المسلسلات كل سنة ومثل ما شفنا سنة كان فيه عن جد غياب للهيبة ولأنتاج الصباح الفكرة أنه كيف بدك تشتغلي مع أي شركة أو كيف بدك توصل إلى الكاركتر اللي بدك ياه هو مع الوقت ما في شي بيجي بسهل بدك تأسبت وجودك وبس تأسبت وجودك تحطي قسم لقليك سير أنت تقدر تختار الناس اللي بدك تلعبيه أو أي شيء بدك تتصوريه أو تفوتي فيه قاسم كفيته تصوير فترات الحجر وكيف كانت تصويرك؟ لأرجع لك لعشرين عشرين سيكون عن جد شيء كثير قوي من أسامي موجودة بألبه مثل النجم كوساي خولي النجمة نادين النجام البوب ستار رغب علامة في أسامي رامي عياش مريد تحلانة في أسامي كثير حلوة موجودة معنا بالتيم وإن شاء الله يكون عمل حلو كيف كانت تصوير الحجر؟ صراحة كانوا ماخدين وقاية أول شيء عاملين وقاية كثير مهمة على السات وإنه توقف التصوير فترة طويلة لهيك ما يقدروا يلحق يارضوه برمضان لأنه توقف العمل تقريبا مدتش شهر ونص شهرين بعدين لما رجوع وصار فيه أنه حلت الأمور شوي من قبل الوزارة لحتى قدرنا أن نرجع على السات والتصوير طبعا كان فيه وقاية أن ننزل ونعمل الفحوصات وكل التدابير اللازمي قاسم على سعيد الشخص والمهنة كيف استغلت فترة الحجر؟ صراحة أنا بحب تطلع شخصياً بحب تطلع ومشكلتي شوي يمكن عم تطلع أخبار مش بس فن صارت بتخص المجتمع أو المحيطة اللي نحنا عايشين فيه صارت أكتر هي سياسية لصا أخبار سياسية يعني شي بوجع الرأس قاسم أنت كشخص إذا إجا شخص قالك أنا عبالي فوت بمجال التمثيل شو بتنصح وشو رسالتك لإله وشو المشاكل اللي ممكن يواجهها أنت كشخص عندك خبرة بالمجال؟ أولاً أي شخص بدي يفوت بالتمثيل أو بيعيها دمان بدي يحب ما بدي يطلع على ساتة تصوير هي أول شغالي بس بدي أقوله ما بدي يطلع على ساتة تصوير يقول أنه أنا يلا ساعة ساعتين ثلاثة بدي أفعله أخبار طالع ومعا مش حاسب الوقت عن جد لما كنت أطلع بالأول يعني كنت ينخلص وقول لا ياريت لو بعد بدي تضل هاي كمرحلة لازم ينتبه لها ويشتغل عليها دايماً لأنه كل مكان هو مميح وحطوا ببوينت حلوي عنه رح يرجع ينطلب مرة واثنان وثلاثة وأهم شيء اللي بده يفوت بهيدا المجال يكون على الأرض يعني يضل على الأرض بالنهاية يمثل هو بني آدم هو إنسان هو عادي جداً يعني والعالم اللي بتعملك شعبيتك شو المشاكل اللي ما أقول لي يا إباجها؟ ممكن يقعد فترة طويلة ما يشتغل وممكن يكون عن جد حدا حقيقي كرمال دور حلو وفجأة هيك يجي اتصالوا ويقولوا له سوري جبنا حدا غيرك عاقلت فيه لأنه فيه صراحة بتصير هيك قصص ببعض ببعض الشركات ممكن وصايت تزبط شغلة حكاية بس أنه بده يتحمل هو الإنسان بده يتحمل وبالنهاية ربنا مرح ينسى حدا وكوني أكيد إذا إلو نية بالشغلية رح يجيبه مجرد؟ بدأتطرق شوي لمسلسلة وملتقينا يلين عرض خلال شهر رمضان مبارك على بي إن دراما مع النجمين بدي عبو شقر وصاري كنعمل مع جهلون تخيه يوسف الخال كانت تطلع مصاري بطريقة غير شارعية خبرنا هذه الشخصية كانت ضحية ضحية مجتمع، ضحية فقر ضحية أصحاب السوق يعني في كتير ناس ممكن تاخد هيك منحة؟ هو أنور بشكل عام يعني ربي بيه ميت أمه عمية من وراء الحرب بيشوف ريبينه أوضاعهم باللوش طب هو شاب مش قادر يعمل شي طب إنه شو بده يعمل بده يصير يلجأ لأي بيروح وبيشتغل مثله مثل أي شاب لبناني بيروح بيدور على شغل بيشتغل عند العالم يوم يومين ثلاثين بيصير يتخلق على صاحب الشغل بيوم يترك الشغل ما حيتحمل يشتغل يعني العالم راح يدور على وسيلة تانية اللي هي يستغل أمه العمية المريضة لأنه فعليا وللأسف في أشخاص موجودين بمجتمعنا ممكن يستغلوا حالات مرضية لحتى يحققوا غياتهم أو مبتغاهم يستغل أمه العمية صار يشحد عليها مصاري بلس أنه كان يحكي مع حبيبته اللي هي بتشتغل بمحال مجوهرات بس لأنه هي بتشتغل بمحال مجوهرات ومطل ما يشوفنا كيف رجع سرق المحال وحاولوا يوقع ويقنا على العالم أنه كله كرمال يطلع مصاري صار كل تفكيره كيف بده يجيب مصاري كيف بده يجيب مصاري لأنه هو بس نحبس وعي شوي إذا بدنا نقول فر يقرى ويطالع فعليا أنه هو موت أمه لما كان بالحبس أنور وقعدة الوحش اللي قعدة بالحبس ويتذكر كلمات أمه لا حاله غلطان وفقدان الأم كثير صعب فله السبب رجع لما طلع وظهر وراح على بات أمه وكان إيلا بده يبيع البيت فعليا صار يشم ريحة أمه كانت أمه تقوله أنا كنت شم ريحة بيك يعني وصل لكلام أمه وصل لكلام أمه وفعلا واعتذر منه وفاق بس فاق مأخر في كتير أهل بيتدايقوا بس أولادهم ياخدوا هيدا المنحة يعني بصيروا متل ما شفنا بأمه لأنور يعني هي ماتت زعل على الزعل من ورا ابنه هذا لازم لأولاد يعرفوا شو يتصرفوا لكرمال أهلهم يعني أنت شو بتقلهم بهيدا الرسالة؟ يعني مش هروح لبعيد بس الجنة تحت أقدام الأمهات هي بالنسبة للأم يعني كلمة تختصر جواب وأي حدا أي إنسان بده يكون موفق بحياته يكون أمه أو أهله يكونوا راضين عليه راضين عليه يشتغل أهم شيء يعني أن ينجد ليرضيهم ولحتى يكونوا مبسوطين فيه وما يحاول يزعلهم أبداً قاسم كلمة أخيرة عن مشاريعك المستقبلية خبرنا جلا في تحضير هلا لكذا عمل مطروحين شيء ممكن يكون عربي على سعيد العالم العربي وفي كذا شيء حلو خلي كل شيء لوقته خلي كل شيء لوقته أتمنى لك كل توفيء وبدأ أشكرك على حضورك معنا اليوم شكرا لكم أعطيكم ألف عافية مشاهدينا هيدا كانت حلقتنا من على الموعد لليوم ولتأنا معكم الأسبوع الجاية موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة